أهلا بكم في هذا المكان الذي نقف عليه كان يتواجد عدد كبير من خيام النازحين لكن جرفتها المياه التي امتدت عليهم من شاطئ البحر في ظل هذه الأوضاع وهذه الأجواء الشتوية الصعبة التي بالتأكيد كانت وستكون قاسية على النازحين الذين لجأوا إلى هذه المناطق بعد أن تجولوا من منطقة إلى أخرى وانتقلوا ونزحوا من مكان إلى آخر بحثا عن البقاء والأمان لكن لم تكن قسوة النزوع هي فقط التي تواجه النازحين في هذه المناطق بل أجواء الشتاء القاسية الرياح الشديدة وكذلك المد البحري الذي دخل على هذه الخيام فباتت أثرا بعد عين لم تعد هذه الخيام موجودة لكن رغم ذلك ونحن نتجول في منطقة الشاطئ هنا بعض الخيام أصر أصحابها على تثبيتها بكل ما أمكن من وسائل وأدوات لأنهم لن يجدوا مكان آخر للنزوح إليه بعدما تنقلوا من مكان إلى آخر نتجول في هذا المكان ونتعرض عن قرب حول واقع النازحين في هذه المناطق وربما ونحن نتجول قبل التصوير وجدنا هذه الخيمة التي يتواجد فيها أحد جرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع وهو الجريح أحمد بوشناق الذي أيضا جرفت المياه خيمته وتبقى منها بعض الأخشاب وبعض قطاع النيلون ولكن هو يتواجد بداخل هذه الخيمة واستطاع أن ينقل أسرة إلى مكان آخر من أجل أن تبقى آمنة لكن لم يبقى شيء في داخل هذه الخيمة كل ما كان على الأرض جرفته المياه هنا بعض المعلبات والمواد الغذائية التي كان يأكلها النازحون في هذه المناطق سنتعرف على قصة أحمد وعلى واقع هذه المنطقة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أحمد الله يسيدك يا رب أحمد واقع نزوح صعب وأنت مصاب في الحرب وانتقلت من مكان إلى مكان في ظروف صعبة والآن المد البحري جرف هذه الخيمة أحكي لك القصة والله أمبرح في الليل كنا قاعدين عادي فجأ الساعة التسعة إلا ما لقنا الماء علينا وعلى الفراش وعلى الله ابتعرف أطفال صغارة عندي ثلاثة كانوا نيمين أنا كنت الحمد لله قاعد ما عرفش يجري في مين في حالي ولا في الولاد ولا في أي حاج أجد المرة شهرت وساقط عبن هاما شهرت مع هاما وقلنا الحمد لله لكن فراشنا زي ما هو كله ماء زي ما انتشاه ولي نسحب في البحر نسحب ولي تم تم وهياتنا زي ما احنا إش أكتر شغلة صعبة كانت لما كنت نيمين طبعا وفجأة دخلت المية وبدأت تجرف في الحاجيات الخيمة وعندك أطفال يعني علمت أن عندك ثلاثة ثلاثة شهور وعندك طفلين برضو في صغار كتير إيش عملت والله قاعدت أتفرج في حالي وتفرج في الولاد ما عرفتش يعمل أنا بالنسبة لي ما عرفتش يعمل ما عرفتش يعمل بالنسبة لي بس قاعدتش يا بنت يا بنت شهرت الولاد وقامت في الولاد وشارتت عندي بنا أمه وهيات اللي صار معنا لكن الثاني يوم الصبح وما نمتش لحدة الآن ما نمتش يصلا لنا أنا ما نمتش مش متخيم من الماء كيف مركض علي وإحنا قاعدين جوا روحت عندي الجامعة الجامعة يا عمي مليان وما زبال غير في زبالي مش عرفوا نروح أقعد ولا مش عرف ش أعمل وهيات وزي ما انت شفني يجينا عشط وقاعدنا وزي ما انت شايف قاعدين والله عشط لكن مكان يعني رغم أنه فيه نوع من الأمان لكن يفتقد لمقومات الحياة يعني ما فيه أي مقومة الحياة واصلصا فيه نقطة مهمة أجواء شتا وسقعة وبرد ما هي كويسة للصغار كمان والله عندي ابن الصغير صار عنده تعب وبتجر فيه المرة على المستشفى هديك اليوم الساعة 12 الليل جريت فيه روحت على الوحدة رب من تعب الولد روح فيه على الوحدة وبعدين مش عارف أنا اشتا قولك يعني والله الأمان عن ضربنا اللي بقولك أمان بره وتوه تروتش أحدا بعدين احنا مش خايفين يعني من الحرب احنا عشي سرنا نخف من البحر بعدين نخف من الحرب صارنا نخف من البحر خلص الحرب خدناها لكن البحر صار يخاف أكثر من الحرب يعني فاجر تلاقي الماء بتوصل اليوم بسأل منقذ بقولي والله بتوصل بعد الشرطة البحرية بوش بتقولي قال لله بعد الشرطة البحرية يعني يعني ما فيه لك بقاء في هذا المكان إذا استمر هذا المد البحري تصنع نحنا بنحكي عن أجواء شيء تصعب صحيح صحيح يمكن ابن أمي بقول ابن أمرتي يقولي بكرة أمي بقولي بكرة السيدة مش عارفون أروح أنا هذا مي أنا مش عارفون حرحوا على الدوار حقوا على الدوار هاي اللي قدامنا هذه خيمتك وفي بجانبك منطقة رحل فيها الناس لأنه ما ضللنهم قياف صحيح رحلوا حوالي كانوا فيها عشر عائلات كلهم رحلوا منها رحلوا منها قبل 15 يوم الناس من المد والجزر صاروا الناس خارت خير بقولك بحر و بحر ورجع تاني عبن سيل ورجع تاني الناس في ظل هذا الواقع أنت كجريح طبعا إحنا ما اتطرحنا لموضوع أن أنت أحمد طبعا أصيب في مجزرة الموافق اللي استشهد فيها عدد كبير من المواطنين قرابة مئتين من الشهداء وأصيب صحيح أحمد؟ صحيح أنا عندي بعد أن في الليل بقدرش أنام من رجلي الوجع الساقع بتخبط فيها خبر العظم بصير عندي فطفط روح أشتري حبة كامون شريطي كامون لو بقول لي خمس شيك فشة كامون أصلا ولا كامون تعرف الصيد اللي بقول لي بسكتهاش ولا بعمل أي حاج ولا التروفي مش عارف أنا ما يعمل بغطيف ثلث حرمات أربعة حرمات لكن ألفاضي في الليل سكعة سكعة طبعا في ظل أن الخيم انجرفت الآن ما في مكان فش مكان الحين أنا قاعد انجن سيبي وقاعد كمان عشجرة أنا قاعد عشجرة وممرة اللي عنده جوه عنده من عمه يعني حتى لم يبقى إلا بعض المعلبات تاعت الأكل اللي تكلوها كما أنت شفائية هذا الموجود هذا الموجود الباقي كله أخدته يعني سحبت الإنسحب السحب اللي في الماء يطلع أولونا جرف البحر شيء من رف جرف جرف الفرشيات كلهم ماء وهي الحرمات كلهم ماء واندفن من الرمل يعني كمان ما تتمنى يا أحمد في هذه الظروف اللي كتير صعب نتمنى من ربنا أنه يفرج بس يعني الأكتر ولا أقل الفرج من عند ربنا حسن من كل حاجة أنت من وين نازح بالطبع أنا نازح من رفع أكيد هو وضع النزوح قاسي على الجميع صحيح والله ما تمنى رجع لها إن شاء الله أحمد يعني تنتهي هذه الحرب ويعود كل النازحين من حيث أتوا في ظل هذه الظروف الصعبة ربما أحمد قصته كقصة الكثير من الذين يتواجدون على امتداد شاطئ البحر في منطقة المواصي والذين تعرضوا لهذا المد البحري وإنجراف خيامهم في هذا المكان لكن ما زاد الصعوبة والمعاناة الأكبر لأحمد هو أن أحمد مصاب في خلال هذه الحرب الإسرائيلية ومحوا عائلته نساء وأطفال ويجد صعوبة في التنقل من مكان إلى مكان في ظل أن هذه المناطق لا يوجد فيها أي موطئ قدم يلجأ إليه النازحون بحثا عن البقاء والأمان شتاء سيأتي قاسيا على النازحين وسيضاعف من معاناتهم تحت وضع هذه الحرب الإسرائيلية المستعرة من مواصي مدينة خانيمس من أقصى جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشرة جمال عدوان ترجمة نانسي قنقر